الاهلي يعزف سنفونية في الشوت الأول يتقدم على الإسماعيلي 2-0 بهدفين من توقيع بيرسيتاو وحسين الشحات في شوت مثير من الفريقين يمكن من أجمل الأشواط اللي احنا شفناها في الدولة العام حتى الآن كابتن شريف تقدم مستحق النادي الأهلي في الشوت الأول أداء ولا أروع أداء ولا أروع ولا أميز وزي ما نقولت لك فيه اتنين لعيبة في النادي الأهلي متحررين امتيازهم لما بيتحركوا لما بيلعبوا وحددناهم حسين الشحات وإمام عشور نتمنى له السلامة يا رب إن شاء الله يكون كدما يعني مش أكتر من كده فده الشكل اللي بيخلي الهدفين اللي جم يمكن تقول عليهم كوبي بس الهدف الأول طبعا امتياز غير عادي وإيجابيات غير عادية وتحركات غير عادية ورؤية غير عادية وفرديات غير عادية ولكن زي ما أنت قلت مباراة الشوت أول ساخن جدا إسماعيلي يتقاسم معك في كل شيء التوفيق كله كان لنادي الأهلي الحقيقة نادي الأهلي ضايع فرصين ثلاثة غير العادفين الإسماعيلي ضايع عادية والشي ناوي شال الانفراد بتاع تعالي معلوم القصيرة اللي راجعت دي أنا نتفرج على مطش مفتوح جدا مش قادرين نحدد مين اللي فتح المساعد فيه ولكن بعد الإسماعيلي ما دخل فيه الجولين طر هاب جلال أنه يرجع والأسلوب بتاعه اللي هو فتح المسافات والهجوم والحية عنده العيب عبد الرحمن مجدي ده حاجة جميلة جدا من ساعة ما نشوفناها في منتخب النشيين وإحنا كنا بالرأينا عليه أنه سيبقى ليه وضع تاني وإن شاء الله نشوفه في منتخب المصري لو حافظ على نفسه وبقى بهذا الأداء فمبروك للنادي الأهلي ولكن المباراة لم تنتحي صحيح كابتن نوسامة الشوت متميز من فريق النادي الأهلي فريق الاسماعيلي شوفنا كورة حلوة بقى لنا كثير ما شوفناها المطش مفتوح زي ما أنا قلت لك النهاب ما بيحبش يلعب مقفول أبدا وفي كل الفرق اللي يمسكها حتى مع أصعب الظروف المطش كان مفتوح مساحات كتيرة للفرقتين الإسماعيلي مركز جدا في الجابهة اللي فيها عبد الرحمن مجدي وحمد النجاز نحية اليمين عندهم نحية اليمينهم حتى يوأنار بتحرك فيها ويروح للعمق لازم يبقى فيهم سندة شوية العالي معلول نادي الأهلي جاب جنين حلوين قوي يعني أحسن ما في الشوت للنادي الأهلي الجنين جنين تعاملوا حلوة قوي الأولى بين إمامه والشحات وعند رجعت لبيرسيتا وحطها والتانية تمريرة بينية في وقت كان الإسماعيلي هو المسيطرة على وسط الملعب للشحات من كوكا جاب الجنين التانية هدف جميل جدا هي بس الإسماعيلي طبعا ليه بعض الخطورة وفق فيها الشناوي بالذات الكرة الأخيرة اللي خرجها من الخدم من يوأون أو صد أفعل عليه كويس المشكلة بس أنه لازم أن دي الأهلي يحكم السيطرة شوية على نص الملعب أنا مش عارف طاهر يعني لما نزل أنا حاسنه بلعب تحت راس الحربة والشحات هو اللي بقى ناحية الشمال إحنا توقع أن مروان عطية هو اللي حينزل المكان ما معشور يعني كان أقرى بالتغيير كده لكن هو ماشي طاير بس هو الفكرة أنه حسين اللي بقى يساند مع علي معلول وهو بيطلع لقدام كتير علي معلول عليه شغل كتير في الجانب بتاعه فلكن جنين حلوين أول للنادي الأهلي نتمنى بس وعشان تتفل الحتة دي الشوت التاني مستر كولر عليه لازم حتى ما فيش تغيير بس يحصل تعليمات ممكن طاهر هو اللي يلعب فيها ويبقى بوضوح أن هو هف شمال وأحسين قدامه صحيح لأنه علي معلول لازم يبقى فيه مساندة ناحيته الأهلي بس يحكم شوية السيطرة على وسط البلعب الأمور هتبقى في المتناول لأنه أنت متقدم 2-0 وهدفين حلوين للنادي الأهلي الشوت الأولى وكانت الأفضلية لالنادي الأهلي بالشوت الأولui كابتني عادل عن قدرة واستحقاقه يعني باختصار الشوت الأهلي الأفضل وأحسن خبرة ولأهلي الأحسن من حیث التكفير والأهلي الأحسن من حيث استغلال الفرص حاجة المهمة خطوط بالنادي الأهلي فيها تقارب خطوط اللي اسمائليل فيها تبعه كبيرة قوي والأحسن في الموضوع في الشوت البص بتاع كوك بص فيه اتكان ودي مش أول مرة يعمل اللونغ باص ده يعتبر اللونغ باص يعني اللي هو البسط طويل عمله في مباراة الكاس قبل كده برضو انفراد كان ديانج والديانج اللي جاب الهدف لو فاكرين كان في ملعب الماولين العرب لكن في اخر الامر اللي أنا عايز اقوله اني مازال اهاب جلالبي يغامر في الكرة بلعابة الاسماعيلي وقدام النادي الاهل فرصة كبيرة قوي انه يعمل نتيجة جيدة والنتيجة كبيرة لو استغل الفرص اللي هو استغلها في الشرط الأولاني خروج امام عشور الشرط الأول هيأثر على اداء خط وصف النادي الاهلي لا يعني مش التأثير الكبير يعني امام المفترض انه بننظم اللي أبقى أكتر لكن هو حتى التغيير يعني احنا كان فيها غرابة شوية بالنسبة لنا انك انت لعبت واحد مش نص ملعب انت لعبته في الحتة اللي قدام هل انت غيرت الطريقة لأربعة اثنين تلاتة واحد هي دي اللي ممكن نشوفها انه لو بالشكل ده كان ممكن يبقى مجد أفشل اللي كان ممكن يتواجد في المكان ده ولكن وجهة نظر مستر كورر هنشوفها الشرط التاني لكن عايز اقولك انه هيتواجد مجد أفشل في الشرط التاني يمكن بعد عشر داية اربع ساعة ولو انها مش طبيعة مستر كورر هيغير لانه في نص الملعب لما هينزل على نادي الإسماعيلي امتلك شوية نص الملعب حتى بعد الهدفين يعني حتى بعد الهدفين هو او مروانة عطية ايهما لكن انا بقول الاكثر هيبقى مجد أفشل طيب كابتن بلال شوفنا شوط حلو شوط جميل اسباب تفوق النادي الاهلي شوط الاول اسباب تفوق النادي الاهلي الارتداد السريع يعني عدم البطء في التحضير انت محضرتش يعني الجول الاولاني من لمسة التانية التالتة مسجلتها دا فتعبت الكورة بسرع جدا انت عايز تدرب اي تكاتل دفاعي او اي خطوط دفاعي لازم كوراته بقى سريعة دا حتى الجول التاني الجول التاني ترو باس من نص الملعب تلعبت قطع حسين الشحات بسرعيته من نورة الديفينس فتلعبت فسجل منه هدف الاهلي كم ممكن يسجل اكتر من كده بنفس طريقة اللعب انت اسجلت هدفين كمونك سجلها في ثالث بس جي عليك فرصتين ثلاثة كانوا اهداف محققة لإسماعيل عندك مشكلة مشكلة كبيرة جدا لا وهي نحت المين نحت المين إسماعيلي بلعب نحت المين بيحضر نحت المين دايما حتى لما الكورة نتلاب نحت شمال بيفض واحد اتنين ثلاثة عشان يلعب الكورة العكسية زي ما اتفقنا قبل المباراة انه هيثبت مجدي تمام نحت المين هي نحت شمال بتاعتنا علي معلول وكل مرة بيثبته بس لازم يكون فيه مساندة مع علي معلول علي معلول دايما بيبلوح التغيير بتاعت طهر دي تغيير عجيبة بالنسبة لي يعني انا مش قادر افهم هل الراجل غير لمجرد التغيير ولا كان المفروض بيغير على اساس انك تعمل حاجة تريدين مع علي تمام انا الطبيعي يتغير انت كسبانو حتسف يتلاقي يلعب بميت فلدر ثالث عشان تقف اللي جابها اليمين يعني انا لعب بميت فلدر ثالث ملعبش ببلي ميكر يعني ايه المردود اللي ممكن يدي طار محمد طاير في الحتة دي هل هو يلعب تمانية لا هل هو يلعب بلي ميكر لا هل هو يلعب ساكند سترايكر طب لو هو يلعب شادو سترايكر او ساكند سترايكر هل انت محتاجه في التأويد ده ما اعتقدش فالتغيير بتاعي طاير محمد طاير دي بالنسبة لي فيها لغة مات تمام ايه الفكرة من وجهة نظر مستر ريكولر يعني الى الان انا مش اقاري لسه لحتة دي ممكن يبليها وجهة ممكن يبليه وجهة نظر مختلفة لكن انا وجهة نظري ان كان لما يطلع امام عشور انت كسبان واحد سافر تلعب بميت فلدر ثالث تقفل جابها تليمين بحيث ان انت خلاص انت قافل الجيم وانت افضل في الحتة الهجومية لانك انت اصرع في النقل الكورة واسرع في التحول فبالتالي كان لازم تقفل ناحية تليمين عشان ما تديش فرصة للنادي الاسماعيلي انه يبقلوها هجمات خطر انت لعبت بنفس الطريقة بل بطريقة مختلفة تمام هجمت باكتر فديت مسحات كبيرة جدا لان كمان حسين الشحات عنده مشكلة في الحتة الدفعية انت باسم ما بتتكلمش ان انت ما عندكش ميت فلدر او امام عشور خارج فانت نزلت طار محمد طار لا انت كمان عندك مشكلة في حسين الشحات في الحتة الدفعية اه بيقدر الحتة اللاجومية بيرفيت لكن الحتة الدفعية انت عندك فيها ازمات كبيرة جدا اسماعيلي راح 7-8 مرات من ناحية اليمين وفيه مرات و3 على 1 و3 على 2 و2 على 1 لان ما فيش وجود الحسين الشحات بس هو الحل ممكن برضو يجي من اللعبة في الملعب ان طهر يميل شوية مع علي معلول هيلعبي وينج مع حسين الشحات نحي دي الشمال طب وحسين الشحات يلعب اين لا هيلعب وينج هيقفل على حسين الشحات حسين هيبقى وضاعه وطهر ينزل النص ملعب نحي دي الشمال يلعب التقدر معلول ايبا صعب على طهر ما اعتقدش عارف يا ممكن كما تتحلي ايه بس ما اعتقدش مستر كولر بيفضل كوكا يبقى نبراسيت ممكن كوكا هو اللي يجي شمال وديانج في العمق وطهر يبقى نحي تليمين بس هو ممكن تتحلي لو خرج مودس تخش طهر مكانه ونشوف واحد ميدل فيرت زي اللي بيدور على ليبلي يا عمران ويفرق مودس بس لازم الحلول دي تبقى من البداية لان انت لو تسجل فيك هدف المباراة طبعا لان هو خد بالك بعد ما سجلت الهدف التاني هو مضيع فرصتين مئة في المئة جون يعني تفوق غير عادي اللي بنوشيد بالنهاردة مباراة فيها تقلق غير طبيب ما انا افضمتش من وجهة نظر الى الان مقدم مباراة رائعة جدا بتوقتاته في الخروج رائعة جدا 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 الاهلي النهاردة ريتم وسريح حلو لكن محتاجين يبقى فيه برضو في بعض الاوقات لازم يبقى تهدى بقى شوار يعني تمسك الكورة تلعب تباص تستحوز تستحوز السلبي يعني تبتدي يبقى ليك تنوع في الريتم خصوصا ان انت لك بيجن بجولير انت مش هتقدر تكمل بنفس الريتم بالحتة اللي قدام طول الماتش بالطريقة دي مش هتقدر تلعب بالسرعة دي كلها لان انت بتلعب انت بتلعب بسرعة بتتحول بتترد عليك تاني فبترجع تاني داريتم سريعة طول المباراة انت محتاج شوية تهدد تعمل فريزنج للماتش كل التوفيق لنادي الاهلي ان شاء الله شود التاني لتأكيد الفوز هنروح لفاصل ونرجى لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث المباراة انتظروا